وإلى اليمن الآن حيث أكدت مصادر في المقاومة الشعبية وصول تعزيزات عسكرية برية تابعة للتحالف العربي إلى مدينة تعز وأوضحت المصادر أن ثلاث مدرعات عسكرية وصطلت إلى تعز لدعم المقاومة الشعبية التي تسعى لاستكمال سيطرتها عليها لكنها تواجه مقاومة شرسة من الحوثيين الذين يقتصر تواجدهم على بضعة أحياء ويتخذون من التلال والمرتفعات مواقعا لهم لقصف المدينة يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يرسل فيها التحالف العربي تعزيزات عسكرية برية إلى تعز حيث اقتصر الدعم في السابق على تنفيذ عمليات إنزال جوي للأسلحة والذخائر كان آخرها إنزل أسلحة نهاية الأسبوع الماضي